سهلاً بيكم ورجعنا لكم بعض الفاصل وسنة ثالثة وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على العام النهاردة ان شاء الله نتكلم في آخر واحدة في الكتاب اللي هي بعنوان التقاصر والانكسام الخلو هم درسين يكنين أول درس يسمه الانكسام الخلو وبعد كده نخش في التقاصر طب الانكسام الخلوي ده في كلمتين انكسام خلوي يعني هيحصل انكسام للخلية طب ممكن نعرف الأول يعني كلمة خلية الخلية خدناها قبل كده هي وحدة بناء الكائن الحي كل جسمنا كل الكائنات الحي من أول البكتيريا الحاد الكائنات الراقية اللي هو الانسان والحيوان والنبات كل جسمنا بداية تكوين عبارة عن خلية خلية وخلية وخلية يكونوا نسيج نسيج ونسيج يكونوا عضو 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 يكون جهاز الجهاز يكون مجموعة المجموعة الأجهزة تجاهد مع بعض وتكون جسم الكائن الحي طب يا ترى كلمة انكسام خلوي يعني الخلية هتنقسم بزة هو اللفظ مقصود كده أن الخلايا اللي عندي هتنقسم طب بتنقسم ليه؟ طب لما تنقسم هتطلع لي أنا قلت أسمتها هقسمها الكنين ولا التلاتة ولا الأربعة طب لما بنقسم مهم في جسم الإنسان أو في جسم النبات أو الحيوان في جسم الكنات بحيث انقسم ده هو مهم طب هو انقسم مع واحد أو الأنواع طب أنت قلت لنا أسئلة كتير يا مستر ممكن نبدأ بقى ونجاوب أه نبدأ نجاوب أول حاجة لما أتكلم عن انقسم الخلوي بقول إن الخلايا هتنقسم جميل أنواع الخلايا اللي في جسم الإنسان أو في جسم النبات أو في جسم الحيوان الخلايا في جسم الكنات الحي بتنقسم لجسمه خلايا جسدية وخلايا تنسلية يبدأ أول حاجة الخلايا مش نوع واحد خلايا إيه؟ جسدية جسدية لو بتكلم عن الإنسان والحيوان يبقى أقول لك الجلد والكبد والقلب والعضم دي اسمها خلايا جسدية طب لو بتكلم عن نبات يبقى أقول لك جزر وصاق وأوراق باسمها خلايا جسده للمكونات جسم الكائن الحي طب والخلايا التنسولية لو بتكلم في الإنسان والحيوان بتختلف عن اللي في النبات المناسل الموجودة في الإنسان والحيوان مش موجودة في النبات بمعنى الخلايا التنسولية في الإنسان والحيوان الإنسان فيه مذكر والحيوان فيه مذكر يبقى عندهم عين كمان إيه في المذكر هتقول لي الخصية في الإنسان والحيوان طب وإيه تاني والمبيض ده الخصية ده في ذكر وذكر الإنسان وذكر لإيه الحيوان المبيض في أنسى الإنسان والحيوان يبقى المناسل مذكرة ومؤنسة خصية يبقى في المذكر اللي هو الإنسان والحيوان المبيض في الأنسى طب المناسل ديت وظيفتها إيه؟ أي وظيفتها إنتاج الأمشاج اللي هي عبارة عن لو الخصية هناخد بالوقتي هناخد الخصية بتنتج إيه؟ بتنتج الحيوانات المنوية طب والمبيض بينتج إيه؟ بينتج البيضات يبقى الخلايا التنسلية في الإنسان والحيوان بتنقسم نقسمين خلايا مذكرة وخلايا مؤنسة المذكرة اللي هي الخصية وظيفتها إنتاج إيه؟ أيها الحيوانات المنوية المبيض في الأنسة الإنسان أو الحيوان وظيفتها إنتاج إيه؟ البعضات طب في النبات المناسل برضو معين من عندي نبات مذكرة والنبات مؤنس في المذكر اللي هو المطق وظيفته إنتاج حبوب اللقاع وفي النبات إيه بقى المبيض وظيفته برضو إنتاج البعضات انت كده قلت المويدسين يا مستر في الثلاثة بالزبط كده الناسي الحية النوع بتاعها أنثى المناسي المؤنسة اسمها المويدس والوظيفة واحدة كانت في الإنسان أو الحيوان أو النبات ووظيفة scientifically تقول لي إنتاج البويضات طب يا ترى في فرق بين المناسي المذكرة والمناسي المؤنسة القلنا Works طب اللي بينتج منها أي treaty اللي بينتج منها هنا قلناها حيوانات منوية وحبوب lànk jakah اسمها أمشاج مذكرة والأمشاك المؤنسة وإن اسمها alboidot يبقى أنا كده أمبص mobility أمبص على الشاشة أنواع الخلايا تحتها الكنات الحية عديد من نوعين على نوعين يكنين من خلايا خلايا مين؟ أيها والنسعية الجسدية وخلايا التناسولية الجسدية جميعا خلايا الجسم معادة مين؟ معادة ماناس من قلت يا أستاذ أنه في خلايا bandits اسمها تناسولية فالخلايا التناسولية اسمها الماناس زي خلايا الجلد والكبد والكلية دوت في مين؟ في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات هلأ أيه بقى؟ أيوة خلايا الجزر والصاق والأوراق اللي أنا بشوفه جسم الكامحة الخلايا التنسلية اللي هي المناسل الخصية والمبيض ده في مين؟ في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات يبقى مين ومين؟ المتك والمبيض وقلنا الخصية وظفتها إنتاج الحالات المنوية المبيض وظفته إنتاج البيضات الموتك وظيفته انتاج حبوب اللقاح والميبيت برضو وظيفته انتاج البويضة ده في مين قلنا الموتك والميبيت في النباتيات الزهرية طيب دي ساك بيبين لي تركيب الخلية انا يهمني ان انا اعرف ايه اللي جوا الخلية جوا الخلية في نواة النواة ديت بتحتوي على حاجة اسمها كروموسومات والكروموسومات ديت هي المسؤولة عن نقل الصفوات الوراثين كل الانس يعني البناء ادمين الانسان ذكر اونسا جواف الخلية تلاتة وعشرين زوج من الكروموسومات قلت زوج اخد بالي من الكلمة دي زوج يعني ايه تلاتة وعشرين زوج يا ترى في فرق من تلاتة وعشرين زوج و تلاتة وعشرين كروموسوم بس ايوا نقف في الحتة دي لحظة بسرعة كده عشان برضا نقول كلام ده بالتفصيل بس عشان خاطر احنا فهمين بيقول ايه تلاتة وعشرين زوج ليه زوج لان قلت باخد تلاتة وعشرين كروموسوم من الام عن طريق بويضة و 23 كروموسوم من الأب عن طريق الحيوان المنون 23 و 23 هيعمل له 46 كروموسوم اللي هما 23 زوج طيب الكروموسوم دوت شكله ايه الكروموسوم بيتركب من ايه وبيحتقوا على ايه الكروموسوم ليه تركيبين اول تركيب اسمه التركيب الكيميائي والتركيب العام طيب بصوا معها الشاشة الكروموسوم اجسام خطير الشكل توجد في نواة الخلايا وتمثل المادة الوراسية للكأن الحال هلأ الكروموسوم بتركب من حاجة اسمها كروماتيد وكل كروماتيد بيتصل بالتاني عن طريق السنترومير وبنسميها صبغيات ايه حاجة الصبغيات ده تمثل مع هالكروموسومات ما بشوفهاش إلا ما حطت لها صبغة عشان تبقى ملونة وكلمة كروموسوم باللغة اليونانية يعني جسم ملونة وما طلعه سانواتعرف ده شكل الخلية ايه الكروموسوم اخدناه ايه الشرط وعمل زي الشركة التلفون ده ايوة ديت كده اللي هي اسمها الDNA والبروتين يبقى تركيب الكروموسوم في تركيب عام وتركيب كيمياء العام يتركب الكروموسوم من خطين متمثلين يسمى كل منهما ايه كروماتيد بصوا عشان بيجي في الامتحان يقولك ارسمي الكروموسوم بص معايا كده هرسمها ازاي بارسم ايه دي عصايا اهو وكمان واحدة ايه واحط في النص دايرة كده ايه ده ده اسمه كروماتيد وده اسمه كروماتيد واللي في النص دي ايوة اسمها سنترومير يبقى الكروماتيد ده اسمه ايه الرسم اللي لاحط بارسمها ده ايوة اسمها كروموسوم يبقى الكروموسوم بيتركب من ايه تقولي من كروماتيدين ادي واحد ادي كنين متصرين معا من نص بنقطة اسمها ايه السنترومير ايه هو السنترومير يقول له نقطة اتصال الكروماتيدين معا جواه بقى ده كده اسمه التركيب الايه اسمه التركيب العام أخد بالك من اللي أنا بقوله التركيب العام بالكورموسوم إيه؟ تقول لي 2 كوروماتيد متصين معا عند السنتروميل جوا هنا بقى بقى أخش كده أهو العام زي سلك التليفون دوت اللي هو مين؟ أيوة الحمض النووي اللي هو رمزه DMA ومعه بروتين اللي 2 دولا الحمض النووي والبروتين دولا اسمهم إيه؟ يقول لك ده التركيب الكيميائي يبقى التركيب العام 2 كوروماتيد متصين معا بالسنتروميل التركيب الكيميائي تقول لي حمض نووي البروتين والحمض النووي جوا حاجة مهمة هناخدها دلوقتي اللي هي اسمها الجينات اللي مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية بصي معي على الشاشة يبقى الكوروموسوم يتركب التركيب العام للكوروموسوم يتركب الكوروموسوم من خطين متماثلين يسمى كل منهما إيه؟ كوروماتيد يلتسقان معا عند السنترومير إيه هو سنترومير؟ بيجي إيه في الانتحان أو عر منطقة اتصال كوروماتيدا الكوروموسوم معا الشكل بتاعنا قادي كوروماتيد وكوروماتيد والنقطة اللي في النص موجودة السنترومير الأصفر اللي في النص اللي هو عامل زي أهو ده اللي عامل زي سلك التليفون اللي هو اسمه DNA اللي هو والنجواه إيه؟ الجينات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية دي الصورة بالأشعة لتركيب الكوروموسوم التركيب الكيميائي للكوروموسوم منين وإيه؟ ها تركيب من إيه لسه إيه لها؟ بالضبط ظهرت على الشاشة هي تحند نووي وده هوت مسؤول عن جواه الصفات الوراثية اللي هي فيهاية الجينات والبروتين يبقى عندي كان تركيب الكوروموسوم إيه كنين يا مصدر تركيب عام وتركيب كيميائي وإنه يوجد الكوروموسوم تقولي في نواة الخلايا إيه الكوروموسومات؟ أجسام خيطية الشكل ده شكله ها دي الكوروموسوم البروتيني اللي موجود ويادي الحند النوويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بص شوية معايا الانكسام الخلوي نوعين انكسام ايه وانكسام ايه ميتوزي وده اسمه انكسام متساوي لان الخلية بتنقسم الى كام الى قسمين خلية واحدة يديتني خليتين يشبهه لخلية الام تماما فده بقى سميه ايه بقى سميه انكسام ميتوزي او متساوي يبقى الانكسام كم نوع الاول قلت اكنين ميتوزي وميوزي الميتوزي بيحصل فين وبيديني كم خلية واهميته ايه؟ تو الميوزي برضه بيحصل فيه واهميته ايه؟ بدينا كان خلايا الميتوزي مكان حدوثه بيحدث في جميع مكان ايه؟ حدوث يعني بيحصل فيه في جميع الخلايا الجسدية معادة المناسل ومعادة كرات الدم الحمرة ومعادة الخلايا العصبية تاني الانقصام الميتوزي بيحصل فيه تقول لف جميع خلايا الجسم معادة المناسل لان المناسل بتنقصم انقصام تاني اسم انقصام ميوزي وقرات الدم الحمرة عشان ما فيش فيها نواة والخليل العصبية عشان ما فيش فيها جسم مركزي يعني ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي علل ليه كرات الدم الحمرة مش بتنقسم قول له عشان ما فيش نواة طب ليه الخليل العصبية مش بتنقسم تقول ليه عشان ما فيش فيها جسم مركزي طب دولهم مهمين قدلوقتي لما يجي نشرح الانقصام الخلوي الجسم المركزي مهم جدا والنواة مهم ودولهم مش موجودين لا في كرات الدم الحمرة يقول لي في الخليل العصبية يبقى اول واحد ما كان حدوثه الانقصام الميتوزي يخد بالك بالته ما كان حدوثه فين تقول لي في جماعة خالية جسدية مع عادة المناس ايه اللي بيحصل فيه بتقول لي بتنقسم الخلية الام اللي هي اللي هتبدأ بها الانقصام الى خليتين متماثلتين فيه كلمة متماثل يعني ايه يعني صورة تبقى الاصل من الخلية الام يبقى الانقصام الميتوزي بتنقسم الخلية الام الى خليتين متماثلتين في كل من هما نفس عاد الكورونسومات الموجودة بالخلية الأم كان فيه عشر يبقى ارجع لعشر كان فيه عشرين يرجع لعشرين كان فيه خمسة يرجع لخمسة ده في الانقسام الميتوزي أهميته يبقى قلنا مكان حدوثه قلنا تعريفه أهميته أهميته إيه؟ واحد اكتمال نمو الكائن الحي جسمك تردت زغير طفل لسه تبدأ جسمك بيانم بيانم عن طريق مين؟ الانقسام الميتوزي ايه كنين؟ بعد الشر اتعورتها وعملات عملية أو فيه جرح الجرح ده هو تفضل مقفول ولا بيلم بعد كده وبيلتأم اه بيلتأم بيلتأم عن طريق ايه؟ الانقسام الميتوزي يبقى واحد اكتمال نمو الكائن الحي اكتنين تعويض الخلايا التالف التالتة تحقيق التكاثر اللاجنسي كلمة لاجنسي ده هناخده بقى في الدرس التاني في الوحدة دي ان شاء الله اللي هو نوع التكاثر الجنسي ولا جنسي بيتم في الكائنات البسيطة ان الخلايا تنقسم كسمين زي البكتيريا او زي الكائنات وحيدة الخلية اللي هم الأميبة والبروميسيوم والجليم يبقى نقول التاني الانقسام الميتوزي الانقسام الميتوزي يبقى تعريفه تنقسم الخلية الام الى خليتين في كل من هما نفس عدد كورمسومات الموجودة بالخلية الام مكان حدوثه جميع الخلية الجسدية مع عدل مناصر وكرات الدم الحمرة والخلية العصبية اهميته واحد اجتمال الموجودة الحي اكتنين تعويض الخلية التاليفة تلاتة تحقيق التقاصر اللي ايه اللاجنسي طب نجي الانقسام التاني اللي هو الميوزي الانقسام الميوزي مكان حدوثه في المناسل ما انت لسأي لي المستر طب ايه المناسل قلنا الخصيتين والمبيضين عند الانسان والحيوان والمتق والمبيض عند النبات يبقى مكان حدوثه فين تقول لي في المناسل بين قصين خصيتين ومبيضين مطق ومبيض خصيتين ومبيضين في الانسان والحيوان مطق ومبيض في النباتات الزهري بيقام قسم ايه اللي بيحصل فيه تعريفه الانقسام الميوزي بتنقسم الخلية الى اربع خلية في الميتوزي كان بتنقسم الى اتنين يبقى في الميوزي ها ميو ما فاشته يبقى كم خلية اربعة بيتم على مرتين متل ثلاثين في كل خلية بتنتج نص عدل الكورموسومات الموجودة بالخلية الام اهميته واحد تكوين الامشاج المذكرة والمؤنس اللي هم مين امشاج مذكرة قلنا حيوانات منوية دي شاءالها فى اول الحلقة حيوانات منوية وحبوب اللقاح اسمهWA امشاج مذكرة والمؤنسة انسان وحيوان اللي هي المبيض اللي هو كل واحد فيهم في الماشيك دوت بيحتوى عنه نص عدل الكورموسومات الموجودة ومع الناس فيه امشاج مذكرة ومع الناس بقى فيه تكاثر جنسي مفيش امشاج مذكرة ومع الناس بقى مفيش تكاثر جنسي تبصوا معايا كده هنعمل مقارنة بين الكنين ده هنا انكسام ميتوزي وهنا انكسام ميوزي التعريف بتنقسم الخلية الام الى كم خلية مستر اكنين في كل منهم نفس وخط تحتها عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الام طب هنا الانكسام الميوزي بقى لام مختلف بتنقسم كل خلية الى دي كم اكنين لكن هنا اربع خلايا يبقى بتنقسم الخلية الام الى خليتين يبقى بتنقسم الخلية الام الى كم خلية اربع خلايا في كل منها ايه دي نفس لكن دي نصف عدد الكروموسومات الموجودة بالخلية الام هنا بقول بيديني خلية فيها كنين نون هنا بيديني خلية فيها نون بس ايه كنين نون وايه نون اه نون دي اسمها نصف عدد الكروموسومات يبقى نص ونص يبقى اتنين نون نص نون ونون يبقى كم نون اتنين نون اللي اسمها تو ان يبقى دي التعريب بتاعه طيب نكمل المقارنة الانكسام الميتوزي وهذه الانكسام الميوزي الميتوزي قلنا بتنقسم الخلية الى كم خلية خليتين مكان حدوثه بيحدث في جميع الخلايا الجسدية ما عدا ها مين المناسل وكرات الدم الحمراء والخلايا العصبية طيب هنا الميوزي بيحصل فين بيحصل في المناسل يحدث في المناسل وقلت المناسل نوعين مذكرة ومؤنسة المذكرة هقول خصية ومتق مؤنسة المبيض المبيض وظيفته ايه بتقول لي انتاج البويضات الخصية حيوانات ايوة منوية والمتق انتاج حبوب اللقاح يبقى المناسل كم نوع ايه كنين مذكرة زي مين الخصية والمتق الخصية وظيفتها ايه تقول لي انتاج الحيوانات المنوية المتق وظيفته ايه تقول لي انتاج حبوب اللقاح المناسل المؤنسة هي حاجة واحدة المبيض وظيفته ايه انتاج البويضات يبقى الانكسام الميتوزي في جميع الخيالات الجسدية معادة المناسل وقرات الدم الحمر والخيال العصبية قلنا الخيال العصبية عشان مفيش فيها جسم مركزي وقرات الدم الحمر عشان مفيش فيها نوع طيب بعد كده في الانكسام الميتوزي وهي دي الانكسام الميوزي في الانكسام الميتوزي انا قلت كم حاجة دلوقتي يا مستر قلت حاجتين مكان الحدوث والانكسام الاهمية عشان بيجي في الامتحان اهميته واحد اكتمال نمو الكائن الحي اكنين تعويض الخلايا التالفة تلاتة تحقيق التكاثر اللاجنسي يبقى كم اهمية واحد اكتمال نمو الكائن الحي اكنين تعويض الخلايا التالفة تلاتة تحقيق التكاثر اللاجنس طب في الميوزي اهميته تكوين الامشاج المذكرة والمؤنسة قلنا المذكرة زي مين ايوة الحيوانات المنوين و حبوب اللقاح المؤنسة زي البويضات ده تكوين الامشاج كونا الامشاج يبقى تحقيق التكاثر الايه الجنسي بيجي لي هنا سؤال سهل اهو يرسم لي خلية كده اهو ويعمل لي فيها اكس واي وز ومسلا والحرف الايه ويقول لك انقسمت مرتين اه دي واحدة بديتني خليتين نوع الانقسام هنا هما كم خلية مستر واحد اتنين يبقى الانقسام ده اسمه ايه انقسام ميتوزي يقول لك كملها مش لسه ايه في انقسم الميتوزي بتنقسم الخليتين في كل خلية نفس عدد الكرموسومات اه ايه هنا الكرموسومات اللي عندي عندي حرف الايه وحرف الايكس وحرف الواي وحرف الز طب هنا برضو حرف الايه وحرف الايكس وحرف الواي وحرف الز يبقى كل خلية انقسمت لي كم خلية الى خليتين في كل منها نفس عدد الكرموسومات طب نفس الرسمة اهو وكتب لي ال-X وال-Y وال-Z وال-A وعمل لي 4 1 2 3 أده 4 نوع الانكسام هنا إيه يا مستر دولهم كانوا كام خالية 2 لكن دولهم كام خالية 4 يبقى الانكسام ده اسمه إيه تقول لي انكسام ميوزي طب في الانكسام الميوزي كان فيه نفس عدد الكورموسومات لا أمال كان فيه إيه تقول لي نصف عدد الكورموسومات يعني هكتب حرفين كنين A-Y A-Z Z-Y Z-X مثلا كل واحد فيه كام حرف كنين بس يبقى هنا فيه قد ايه تقول لي نصف عدد الكورموسومات يعني لو بأرقام هنا عشرة كورموسوم هيبقى هنا عشرة كورموسوم هنا عشرة كورموسوم طب لو هنا عشرة كورموسوم قلت يبقى فيهم ايه النص هيبقى كام كورموسوم تقول لي هنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة يا مستر العشرة بقت عشرة وعشرة انت بقى عشرين العشرة بقت خمسة وخمسة 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 برد بودوا وعشرين. اه. يعني ايه يا مستر اه ده وتبقى احنا نفهم دلوقتي. لسه اه لان كل خلية بتنقسم الى كم خلية? الى خليتين. الخليتين دول امالهم فكل واحدة فيهم نفس عدد الكرمسومات كان فيها عشر كرمسومات يبقى تدين خليتين فكل واحدة فيهم عشر كرمسومات. طب بتنقسم الخليية الاربع خلية وكل الخلية فيها ايه? نص عدد كرمسومات. كانوا معشرة. العشرة يدين اربعة? وكل واحدة فيها خمسة يعني المفروض لو عشرة يديني مصر على أربع يبقى تنين ونص وكنين ونص وكنين ونص وكنين ونص وكنين ونص وكنين ونص ما انت بتقول نص العدد عسلناهم على أربع يبقى كل واحد ثانية تنين ونص لأ ما في خطوة تانية هنقولها واحد نشرح لانكسام الميوزي والميتوزي عشان هقولك ليه العشرة بقت خمسة يبقى العشرة بقت عشرين خمسة وخمسة وخمسة يعني المفروض ان العشرة والعشرة الثانية بقت عشرين بقت عشر عاش ليه كل الكلام دو هنقوله دلوقتي وهنكلم عن انقسام الميوزي والميتوزي بس مش عايزك تتلغبط فالانقسام الميتوزي الخلية الوحدة بتنقسم الى كم خلية خليتين فيها نفس عادة كوروموسومات كان في الانسان الخلية بتنقسم فيها 46 كوروموسوم هتديني خليتين في كل واحدة بارض 46 كوروموسوم طب وفي الامشاب الانسان عندنا الخصية او النبي بيكون جوا تركيبه او 46 كوروموسوم يديني البوايد Switch 23 كوروموسوم او يديني الحياة المؤمنة في 23 كوروموسوم اللي بي يديني حبة اللقافة طب يا أستاذ قبل انعد الحتة دى يا طهر العدد الكوروموسومات في الكأنات كلها واحدة يعني القطة زي الكلب زي النمر زي الحمار زي الفيل زي الغزالة زي السمكة زي 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 لأ. طب في النباتات عد الكوروموسومات برضو واحدة لأ برضو بتختلف الدرة غير العدس غير المسلة غير التماطم غير التفاح غير يبقى معنا كحية ان ايه كل كائن حي جسمه بيحتوى عن عدد من الكروموسومات بيختلف عن جسم الكائن الاخر كمان مر . كمان مر عدد الكروموسومات في اجسام الكائنات الحية بتختلف باختلاف الكائن الإنسان كل البناء قدمين ظكر او انسة بتكلم عل إنسان العدد فيه 76 كروموسوم مش هدغير لكن اقولك عدد الكروموسومات اللي في القطة اللي في الكلب اللي في الاسد زي بعض لو مش زي بعض يبقى دي مهمة جداً ما نعديهاش يبقى دي كورموسوات بيختلف من كأن لإيه لآخر بص معي على الشاشة يبقى الانكسام عندي كم نوع قلنا ميوزي وميتوزي الانكسام الميتوزي بيحدث في الخلايا الجسدية فقط أهميته نمو الكأن الحي زي البذرة في النبات أو اكتنين تعود الخلايا التاليفة أو المفقودة كالتام الجروح العظام الجروح وكسر العظام تلاتة اتمام عملية التكاثر الاجنسي بعض الكئنات الحياة قلنا الكئنات اللي هي وحطة الخلايا أو زي البكترين الانكسام الميوزي انكسام الخلايا الجسدية انكسام الخلايا الجسدية لكم خلايا قلنا خاليتين جديدتين فكل منها نفس عدد الكورموسوات الموجودة بالخلية الأم أطواره 1-2-3-4 إيه الأربعة دولار؟ تور تمهيدي تور إستوائي تور انفصالي تور نهائي بالترتيب بحفظهم أول تور اسمه تور إيه تقوله التمهيدي التاني إستوائي التالت انفصالي الرابع نهاية بقول تاني أحفظهم بالترتيب نجي أقولك التور التالت التالت هقول أي حاجة لا يا مصر التالت اسمه انفصالي طب التاني تقولي استوائي الآخر تور اسمه إيه اسمه نهاية الأولاني اسمه إيه اسمه تور تمهيدي عندي كم تور؟ أربع كلمة تور يعني مرحلة يعني فترة في قرآن وخلقناكم أطوار ما تخلقناش مرة واحدة خدناها مراحل فترات كده يبقى دسمها خلقناكم أطوار فعند التور يعني مرحلة الأربع أطوار دولا قبل ما يتموا فيه تور مهم جدا نقول التور إيه؟ واحد تمهيدي اتنين استوائي تلاتة انفصالي أربع نهاية بقى الأربع أطوار قبلهم تور اسمه تور بيني ايه تور البيني دولا؟ في التور البيني بتستعد الخلية لعملية الانقصام بتجهز نفسها بتجهز نفسها إزاي؟ عن طريق مضعفة المادة الوراثية أقفل يا مستر هنا يعني مضعفة المادة الوراثية يعني الخلية كان فيها 10 كورموسومات تتضاعف تبقى 20 كان فيها 5 بقى 10 عشان كده جوتي لك على السؤال لما قولك الخلية تنقسم إلى خلية 2 كان فيها 10 بقوا مع 10 و 10 يعني عرفنا العشر جديد جات من إيه؟ أيوة في التور البيني العشر اللي كانوا موجودين بقوا مع 20 عشان لما دي تنقسم تديني في كل خلية 10 و 10 كمان مرة كمان مرة إحنا في التور البيني أول حاجة بتحصل إيه؟ بتستعد الخلية لعملية الانقصام تتهيأ الخليل الدخول في مراحل انكسام ايه 2 رقم ايه 2 يحصل ايه تتضاعف المادة الوراثية عن طريق النسخ كوبي يعمل كوبي وبس القلم دو تيعمل القلم زيه تاني يعني كونه 10 كروموسوم بيبقوا 20 كروموسوم عشان لما يجي في الاخر 2 اسم العشرين يدينه كم و كم 10 و 10 يبقى اشبيه الخليل الام اللي انا بديت بيها ماشي يبقى اول طور اسمه طور ايه ده مش بتحسبشه من ضمن الاطوار الطور البيني مش من ضمن الاربعة يبقى استلازم انا اقوله طور بيني ايه الطور البيني بديت استعد الخليل فيه عملية الانكسام الطور التاني اللي هو اسمه بقى الطور الايه التمهيدي اللي هو اول طور رقم واحد بيحصل في ايه في الطور التمهيدي واحد انا عندي في الخليل فيه نواة وجوه النواة فيه الاكسام اللي هي الكروموسومات بس الكروموسومات دي عبارة عن خيوط متشابكة جوه بعضها كل خيوط اسمه كروماتين حتى بسميها شبكة كروماتينية طيب وهي برة الخلية في عندي غشاء وفي نوية وفي أجسام خيطية وفي اللي هو الجسم المركزي طيب بصوا معاي كده أبدأ نبص على الشاشة هرسم لك شكل بسيط لتركيب الخلية قادي الخلية بتاعت طبعا أكبر خلية موجودة عندي ممكن نشوفها في البيت اللي هي البيضة قادي الخلية بتاعتي وهو وهنا كده وبعد كده اللي انت بترسمه ده يا مستر هقول لك كل حاجة دلوقتي وهنا كده ده اسمه غشاء أو جدار خلوي دي اسمها نوية النقطة الصغيرة دي اسمها نوية النوية ليها غشاء اسمه غشاء نووي اللي فوق ده اسمه جسم مركزي في جوه الخلية في أجسام تانية وفي سيتوبلازم بقولك الخلية دي تشبه البيضة اللي موجودة عندنا في البيت لو انت كسرت البيضة وهتفتحها اول حاجة لو انت سلقت البيضة بلقى فيه غشاء رؤية على البيض اللي هو الغشاء ده اكسر البيضة هتلقى فيه البيض اللي هو السيتوبلازم وفيه السفار اللي هو النوية 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 بتحط بغشاء اسمه غشاء نووي طيب بيحصل ايه في أول خطوة الشبكة الكروماتينية اللي هي دي بتتضاعف الشبكة الكروماتينية بيحصل لها ايه بتتضاعف وبعد كده طبعا نحن نقول ده في التوري اللي ايه اللي هو اللي قبل البين هنا بقى في التوري التمهيدي رقم واحد كل ختم من دولة يتحدوا مع بعض ويعملوا كروموسوم ايه كنين هتختفي النوية ديت هلقاها مش موجودة هتختفي تلاتة هيختفي الغشاء بتاع النواة برضه هيختفي الجسم المركزي ده تيبدأ يكون له خيوط اسمها خيوط المغزب يبقى بصي معايا على الشاشة كده يبقى عندي التور الاولاني اسمه التور الايه التمهيدي طبعا اربعة طور هو التمهيدي سواء انفصال نهائي قلنا بسبوكم طور اسمه التور الايه اسمه التور البيني اول طور اللي هو البيني تتهيئ الخليل الدخول في مراحل انكسام عن طريق القيام بعملات الحيوية اللازمة مضاعفة اللي هي نسخ المادة الوراسية التور التمهيدي اطولهم زمن بيحصل ايه في التمهيدي قلنا تتكسف الشبكة الكرومتينية وتطلع علي الكروموسومات ايه كنين تختفي النواية والغشاء النووي للخلية تلاتة بتظهر خلوت المخزن وتتمدد بين كطباي الخلية بيتصل كل الكروموسوم باحد من خلوت الايه المخزن اهو اهي دي الخلية بتاعت ودي النواية ودي الجسم المركزي والغشاء النووي ودي الكروموسوم جůه الخلية اللي فوق دولهم الجسم المركزي كل واحدة من دولهم التت بقى تتحرك وتروح ناحي تكد من اكتب الخلية بالشكل ده ياب gak الجسم المركزي الصورة بكده كان فيه هنا نواية وفيه غشاء اختفى بعد كده يطلع الطور التاني اسم الطور الاستوائي تترتب الكرموسومات فيه عند خط الاستوائي الخلية وكل كرموسوم بيتصل بخيط من خيوط المغزر ودي شكلها هذا الكرموسومات ترتبت عند خط الاستواء وكل كرموسوم متوسط من النص من عند السنترومير بخيط من خيوط المغزر الطور التالت اسم انفصالي وده اسرع الاطوار بينقسم الكرموسوم طورية من عند السنترومير من هنا ولا خيوط المغزر كل خيط ساحة كروماتيد الى كطب من كطباء الخلية يبقى بنقسم كل كرموسوم طوليا الى نصفين فانفصل كل كرموسوم الى 2 كروماتيد بتنكمش خوية المغزر ساحبة الكروماتيدات نحو كتباي الخليج بتتجمع كل مجموعة الكتباي طب بعد كده اخر الطور اسمه الطور الايه ايوا الطور النهائي اهو ده شكل الطور الانفصال عشان ربتجيلك في الامتحان الرسومات يبقى انت عارف شكلها انفصل كل كروماتيد عن التان وراح فين ناحية كتبه من كتباي الخليج ده شكل الطور الايه الانفصالي بعد كده الطور النهائي او ده شكله كده خلاص ابتدت في النص هنا النواية تنقسم من عند السياتوبلازم بقت شكل حباية السوداني وبعد كده هتنقسم الخلية الى خليتين خيوط المغزر ده هتختفي ايه 2 الشبكة الكروماتيدية هتتكون كل كروماتيد من دولهم يتحد مع بعض يعملوا شبكة اسمية شبكة كروماتيدية وتظهر النواية والغشاء النواية من تاني وتنقسم الخلية الى خليتين في كل منها نفس عدد كروماتيد يبقى في الطور النهائي هتختفي خيوط المغزر ايه 2 يتكون عند كل كده من كده الخلية غشاء نمو يحد بمين بالكروماتيد اللي هي بقت كروماتيد دلوقت تتكون نواتين جدتين وتنفصل كل خلية اهو ابتدت تختفي ببقاش في خيوط مغزر ابتدت الانقسم من نص يزيد تبدأ تنقسم الخلية الى كم خلية الى خليتين يتحول تجمع الكروماتيد داخل كل نواية الى شبكة كروماتينية مرة اخرى في نهاية الطور بتنقسم الخلية الى كم خلية الى خليتين جديدتين في كل منها نفس عدد كروماتيد الموجودة بالخلية الام اللي هو 2N بالشكل ده خد بالك من الرسمتين دولم عشان دولم كده بيجي في الانتحان الاشكال الصورة يقول لك اسمه ايه وبيحصل في ايه الانقسام التاني اسمه الانقسام الميوزي اللي هو الاختزالي بيحدث الانقسام الميوزي قلنا في المقارنة في الغاليات التانيسولية الموجودة في المناسل فقط يحصل انقسام الميوزي في الانسان والحيوان طبعا في الزكر يبقى في الخصي لتكوين الامشاج المذكرة هي لحوانات الايه المنوع وفي النبيض لتكوين الامشاج المؤنس اللي هي اسمها البوايدات يحدث في النباتات الزهرية في الموتوك اللي هو عضو التسكير المسؤول عن تكوين حبوب اللقاح اسمها مناسل مذكرة وفي النبيض في الزهرة لتكوين البوايدات اهميته واحد يؤدي لتكوين الامشاج اللي هي الخلالة الجنسية اكمين تحقيق التكاثر الجنسي للأسف وقت حلقتنا خلص وكان فيه معايا فيديوهات ان شاء الله اوعيدكم في الحلقة الجاية هشغلكم الفيديو اللي بيبين الانقسام الميتوزي مراحله بصوت قصد الرسومات والاشكال جميلة جدا لكننا بمتفرج على الخلقات التنقسم فول واقع والانقسام الميتوزي برضو ليش فيديو فان شاء الله بإذن الله اوعيدكم في بداية الحلقة المرة الجاية قبل ما هبدأ شرح هنشغل فيديوهين لان الاسف وقت حلقتنا خلص وهنا تنتهي حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته